اشتركوا في القناة او خط مصري زي ده اللي هو متوسط وابرة رقم 4 مليمتر عشان دي ابرة متوسطة الخط ده مصري مش سيني سيني وحيش عشان فيه مطة كده هتدايقك وانتي شغالة انشيل البكرة في طريقتين نطلع الخيط من البكرة يامت الشغل من برا البكرة على طول ياما بتدخلي صباعي كده تتوسعي كده وتغذي من جوه البكرة كده وده اسهل علشان البكرة ما تتوسخش وعلشان ما تفضليش طول ما انت شغالة تشدي تشدي الخيط بايدك كده فجوه البكرة اسهل لي هتبقى عاملة كده هتفكيها بسهولة كده طريقتين لمسك الابرة طريقة الالم ألا وهي دي بتمسكيها كأنك هتمسكي قلم وتكتبي الجزء المبطط ده الجزء المكتوب فيه الرقم بيبقى نحيتك نحية وشك اللي هو الخطاف بتاع الابرة بيبقى وشه لكي انتي وبتمسكي بسباعك الابهام والستبابة ده كده كده هوا تمام السن القلم ده بيبقى ليكي انت وشي ليكي مش لتحت لقليكي انتي كده اهوا دي مسكة القلم فيه ناس ما بتعرفش تمسك كده بتمسك مسكة السكينة اللي هي كده يعني ادي الجزء المبطط ده المسح الورا لبرا اللي فيه كلام نحيتك انتي اهوا يبهام علي كده وتمسكي بايدك كده وبتشتغل كده الطريقتين صح سواء بتستخدمي ايديك لمن او ايديك الشمال الطريقتين صح كل واحد يمسك الطريقة اللي تريحه يعني انا شغالة بطريقة القلم انتي شغالة بالطريقة السكينة صح طالما مسكة الابرة صح اهم حاجة خطافي الابرة وشو ديكي انتي نيجي لمسكة الخيط هنا الخيط الجزء الصغير ده هون نحية دي كده بيجيب الخيط نحية البقرة صباعك ده اهم كده والدخلي كده تاني تاني كده كده مش عايز نعملي كده في ناس اللي هم يعني انا واحدة منهم ما اتعلمت اتعلمت كده بمسك الخيط ده كده اهو والف على ايدي وامسك بكده اهو تاني كده 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 فيش اصل من كده ايه وتروح عملا صباعي كده كده ادخل صباعك ده كده ودخل الابرة كده وتمسكت صباعك ده وده ده يعني في ناس كتير يعني بتشغلوا دلوقتي مش توقفين بكده بس انا ما عرفش الشغل اللي كده بصراحة اه يعني كتير بتشغل كده بس اه التريال المريحاني كده فكل واحد حسب تريال تريحه زي برضو مسكة للابرة صباعك ده وده بيمسك الشغل اللي انتي اه هتشتغليه وايديك دي مسكة الابرة خلاص تمام لحد هنا اول حاجة هنتعلمها عقدة البداية عقدة البداية لها طريقتين برضو الخيط اهو وانا مسكة كده باجي بالابرة باخد لفة كده تاني اهي الخيط اهو ومسكتي كده شايفة بعمل ازاي باشي الخيط كده كده اهو بصباعي ده وده بمسك كده ابرة بمسكها هنا كده هدخل كده ولف اهي واخد عقدة سهلة بدخل ابرة كده ولف واخد عقدة دي اسمها البقل اه او عقدة البداية في طريقة تانية خيط اهو طرفه الطرف الخيط اهو اللي هو مش فيه في البقرة بجيبه ارفه كده بعمل حلقة كده تمام اهي الخيط اهو ده الاخر الابرة الخيط بعمله كده هدخل الخيط ده الابرة دي من هنا كده واسحب دي كده تاني خيط اهو وهلف كده اهي دي من فوق اهي دي كده من فوق كده هدخل الابرة من هنا كده واسحب الطرف ده لبرا كده واشد كده عشان اصغر العقدة دي هشد الخيط اللي هو نحية البقرة نحية البقرة هو هشده كده تمام تمام كده عملنا عقدة البداية عقدتين بداية وعملنا اه اه مسكنا الابرة فيه حاجة اسمها عقدة سحرية كل دي بدايات بلف لفة كده ودخل صباعي كده وعملها عقدة ومسكها ومسكها الفها كده كل مرة هنشتغل هقولك انت هتستعمل باودة سحرية ولا بسلسلة ولا بسلسلة ولا بسلسلة ايه احنا الوقت بنعمل اودة البداية عشان نعمل ايه سلسلة هنعمل ايه هنلف كده ودخل الابرة هنا كده كده خلاص تمام ده طرف الخيط اللي هو اه اللي انا مش هشتغل يعني انا شغل من احية البقرة نعملها من هنا كده عشان اهيه ده طرف القصير اهو مسكة الابرة هي والشاهلية ده بالشغلية صباعي ده وده هيمسكوا الشغل هنا اللي انا هشتغله صباعي ده وده هيمسكوا الشغل هنا وده اللي هنلف على الخيط بعمل اهو بسو بلف كده وامسك كده تمام بعمل ايه عشان نعمل سلسلة الخيط دايماً ورا الابرة الخيط الورا يعني ما كيش عاملة كده لا الخيط ورا الابرة كده صباعين دول مسكين الشغل صباعين دول مسكين الابرة وهامسك كده مسكين الابرة هي بدخلها من تحت لفوق وشي الابرة ليه بحيث ان هو يسحب هامسي بالراحة بسحب 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 وانا بسحب وطلع من الحلقة وشي سني الابرة ده بروح منزل تحت كده علشان يخرج تمام تمام هاخد لفة اهي خيط ليس لقدام لورا كده بدخل الابرة من تحت كده واسحب اسحب بالراحة واول ما يجي هاخروج من الحلقة بس سني الابرة بقى عاملة كده بقى عاملة كده وما اجي بخرج من سني الابرة بخرج من هنا اهو بس سني الابرة من لتحت علشان اهي يخرج بالفتحة دي باينا تاني اهي لفة وعمل كده واسحب اصحب اصحب وانا خارجة اهو بصي سلني الابرال تحت كده اهو اوسع لنفسي علشان ما تبقاش الفتحة دياءة يعني الفتحة دياءة قوي مش هعرف بصي مش هعرف اطلحها من هنا ولو واسعة قوي هتبقى واسعة بالزيادة خلي ايدي وسطان هي دايما يونسي بتتعليمي هتغضي يعني هتعودي تحولي كزا مرة عشان تعمليها خلاص ما تيقسيش يعني هي سهلة جدا جدا وهي اهم جرزة في الكروشي هنعدل ابرة من تحت كده ونسحب براحة كده اسلسلة بتتكون من تلات حلقات حلقتين قدام اللي هم دول ادي واحدة ادي اتنين دول عمين سبعة او حرف الV بينينهم ومن ورا في حلقة اسمها الحلقة الخلفية اهي هعمل لكم حتة سلسلة علشان تباين دايما ما بتسيب الشغل بصيس حبيل ابرة كده الخيط انسان ما شغله ايمام وربوشي ربطة كده عشان ما ترجعيش لها مفقوكة بعد ما تيجي تشتغلي فك الربطة بالراحة اهي وتقليلي الخيط كده وتشتغلي تاني تمام عشان بس انت سايبعن وتسايبعن عشان ما يفقش اللي انا عاملان السلسلة اهي هنا في عندك V اهي D السبعة وورا في حلقة اسمها الحلقة الخلفية اللي هي الحلقة دي كتير هتلاقينا في الفي الشغل بنقول في الحلقة الخلفية او في السلسلة العادية السلسلة رمزها في البطرون ده السلسلة تشين اختصارها في كتابة البطرون فيه بكتب الكرام سي اتش وشكلها الدايرة دي الدايرة دي في البطرون يعني سلسلة واسمها تشين اكيه اقول لغرزة هناخدها بعد كده هنقول اسمها واختصارها وشكلها في البطرون علشان نتعلم بعد كده فيما بعد ازاي نقرأ البطرون وازاي نعرف نشتغل لوحدنا اه الفيديو جاي ان شاء الله هنتعلم غرزة جديدة علشان نتعلم ازاي نشتغل من هنا الفيديو الجاي ان شاء الله عايزاكوا تعملوا كل واحد سلسلة ويبعتلي شغلكو ونعلق عليه سوا ولو في اي حد وفد قدامه اي حاجة يبعتلي وانا ان شاء الله هرد عليه على طول انا برد على طول يا اما الصبح يا اما بالليل في وسط النهار ساعات برد وصاعات لأ بس ده مش اساسي بالنسبة لي عشان محدش يبعتلي بالنهار ويقول لي ايتيو ما بترديش لي انا عاملة مواعيد للرب علشان كل واحد عنده التزامات انه زي ما انتم عارفين يا رب بكون سهلة عليكم ويكون الشرح مش طويل لو في اي استفسار او اي حاجة عايزين تبعتولي عليها يا ريت تبعتولي علشان كلنا نستفيد ونرد ان شاء الله عشان كل يستفيد أحبكم جدا اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 موسيقى